موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعن أعدائهم أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج توضيح المسال وضيفنا الكريم سماحة سيد مناف الجزائري حياكم الله سماحة سيد وقبل أعمالكم إن شاء الله الله يحفظك يوفقك إن شاء الله يوفق جميع الكاذر المحترام لهذه القناة المباركة باسم الإمام المهدي عدر الله تعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من جنودي ومن خدامي إن شاء الله اللهم أمين يا رب العالمين أحسنتم سماحة سيد بارك الله فيكم كثير من التساؤلات تجينا خصوصا في شهر رمضان المبارك من الناحية الطبية إذا صحت العبارة فهوائي ناس يسألوننا عن القضايا الطبية أنه شنو أسوي القطرة تحديدا سماحة سيد قطرة الأذن أو قطرة الأنف أو قطرة العين هل تبطل الصوم أو تبطل الصوم أو لا أحسنتم وأنتم خيرات المحسن بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنه من عادتنا بأنه نبدأ الحلقة بذكر أهل البيت وكلامهم نور من أور القلوب إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لكل شيء زكاة وزكاة الأبدان الصيام جميل جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيام شهرين اللهم أمين يا رب العالم ويجعلنا وإياكم من الصائمين ومن الفائزين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله طبعا في الحلقة السابقة أكفد نقوص بقت عدنا يعني النقص في بعض الأمور اللي ذكرناها بالحلقة السابقة أود أن أشيري لها بشكل سريع وبعدين إن شاء الله نجاوب عن السؤال الوجيه اللي قدمته الله يحفظكم بسرعة الله يخليكم بسرعة النقوص اللي صارت عندنا من النقائص اللي ما ذكرناها في قضية طرق إثبات الهلال أعيد هنا بشكل سريع الرؤية صم للرؤية وافطر للرؤية يعني إذا شخص المكلف نفسه هو يشوف الهلال هذا يثبت عنده شاهدان عادلان والشياع المفيد للعلم وإكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوم من بعدها ندخل في شهر رمضان أو إكمال ثلاثين يوم شهر رمضان ندخل في أول شوال إكمال عدة يسمونه ثلاثين يوم وحكم الحاكم اللي بعض الفقهاء يقول به أيضا يثبت بحكم الحاكم الشرحي وأيضا بالنسبة إلى مبطلات الصيام احنا ذكرنا تقريبا سبعة في الحلقة السابقة نعم كنا عشرة عند مشهور مراجعنا وعلماءنا عشرة مبطلات الصيام الأكل والشرب طبعا أريد أكد أيضا تعمد ارتكاب هذه المفطرات نعم أما نسيانان سهوان وعدي يجي أقولي أشرب سهوان غير متعمد هذا ما يبطل صيامه سنتم يتوقف من يتذكر أنه صائم يتوقف عنك أحسن إذا كان مثلا في فضاء الفم رأسا يلفظه إلى الخارج نعم ما يبقي ما يفتلع يعني زين الأكل والشرب وارتكاب الأمور الجنسية من الجماع وإنزال المني وتعمد التقيق وأيضا الحقن بالمائع والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة هذه من الأمور المهمة جدا إخواني المشاهدين بأنه الكذب على الله وعلى الرسول وعلى أهل البيت في نهار شهر رمضان طبعا إذا كان متعمدا هذا الصائم هذا يبطل صيامه يعني لازم أنه نأخذ الحذر في نقل الآيات القرآنية ونقل الروايات والأحاديث الشريفة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأيضا رمس الماء أعفوا رمس الرأس تحت الماء نعم وإدخال الغبار الغليظ في الحلق هذه الأمور وتعمد البقاء على الجنابة وعلى الحيض وعلى النفاس تعمد نعم يعني متعمدا بأنه ما يغتسير إلى أن طلع علي الفجر سواء كان جنوب أو امرأة حاغ أو امرأة نفسها إذا كان متعمدا فيبطل الصيام هذه الأمور اللي هي مبطلات الصيام لكن كما ذكرنا عد سماحة آية الله العظمى سيد السستاني حفظه الله رمس الرأس تحت الماء ليس من مبطلات الصيام فقط توضيح سماحة سيد الله يحفظكم إن شاء الله رمس الرأس تحت الماء هل هو في الحمام يعني بدوش سيدنا أو بالمسبح بس للتوضيح السادس أحسنتم لا لا الدوش يعني هذا الرشاش ما للماء أصلاً ما يضر بالصيام نعم يعني واحد يروح يدخل النهار شهر رمضان يغتسل للنظافة يسبح بالصلاح نعم تحت الدوش ما فيه إشكال أبداً ما يضرب صيام أو شيء لا رمس الرأس تحت الماء يعني إذا كان حوض مثلاً أوفد إناء كبير نعم بحيث يغطش رأسه بالماء هذا يبطل الصيام أو مثلاً في نهر في مسبح في حوض كبير وغيره حتى ولو كان مثلاً قد ألقى نفسه في الماء لإنقاذ غريق نعم غريق شاف إنسان قاعد يغرق بالماء فيرمي نفسه بالماء ارتماس نعم ويرتمس تحت الماء نعم لإنقاذ هو حصل أجر وثواب وهو معجور على هذا العمل إنقاذ نفس محترمة زن إنسان من الهلاك هذا فهد شيء محبذ وفيه أجر وثواب عظيم جداً لكن صيامه يبطل نعم حسنتم يجب عليه القضاء فقط استثناء عند سماحة السيد السستاني الله يحفظه ما يبطل صحيح أحسنتم عند السيد السستاني حفظه الله لا ما يبطل صيامه أحسنتم إنه من المكروهات أما بالنسبة إلى السؤال الذي ذكرتموه بالنسبة إلى القطرة نعم القطرة تارة تكون في العين وتارة تكون في الأذن وتارة تكون في الأنف وتارة تكون في الفن أما قطرة العين والأذن فلا تبطل الصيام إلا إذا أحس بأن هذه المادة التي أراقها في عينه أو في أذنه نزلت من حلقه وهذا فشي بعيد جدا يعني ابتلعها ابتلعها نعم هذا بعيد جدا إذا بالعين بالأذن ما تبطل أما بالأنف والحاق نعم والحال لا طبعا إذا ابتلع هذه المادة التي أراقها في أنفه أو في فمه قطعا يبطل الصيام فالقطرة مرة أن تكون في الأنفي والفم فهذه تبطل إذا ابتلع المادة نعم أما في العين والأذن فلا تبطل أحسنتم سمح سيد بارك الله فيكم الكثير والكثير من السادة المشاهدين إخواننا المؤمنين مبتلى بمرض الربو أجرنا الله وإياكم من جميع الأمراض إن شاء الله بخاخ الربو هل يبطل الصيام هل يبطل الصيام عفوا أم لا أحسنتم هذا البخاخ إذا كان مجرد هواء أوكسيجين يعني نعم مجرد هواء فلا يبطل أما إذا كان يحتوي على مادة معينة ويبتلعها فهذا يبطل أيضا يبطل الصلاة أحسنتم بارك الله فيكم أيضا هناك سؤال أنه فرشاة الأسنان في شهر رمضان المبارك هل يجائزة يعني أنه هو واحد يفرج أسنان أو لا سماحة السيد أحسنتم السواك بشكل مطلق نعم سواء كان بالفرشات أو بغير فرشات طبعا هو من المستحبات من أمور المستحبة وخصوصا للصاهم نعم خصوصا رائحة الفم في نهار شهر رمضان حلم أنه ما تبقى رائحة كريهة الخلوف خلوف الفم فالسواك مستحب وجائز زين أنه الإنسان الصائم يسوك أسنانه بشرط أنه لا يبتلع أي شيء من مع أو من تلك المادة اللي يستعملها بالفرشات نعم يعني معجون الأسنان أو غيره لا يبتلع ما في أي شيء وهذا ممكن طبعا والابتلاء متعمد سماعة سيد صح لو حتى إذا كان سبق لا إذا ممكن أنهم مو باختيارة نعم من دون اختيارة قد سبق وابتلع هذا الصيام هي بطول لكن ما عليك الصراحة حسن لأنهم ما متعمد ولكن في معرض الابتلاء هو لازم ياخذ حذرة بعد السواك هذه شجرة الأراك اللي ناخذ من حدها السواك نجيب من مكة المكرمة هذه عودة ويسوكم بها الأسنام بحيث أنه إذا أدخلها في فمه وترطبت بماء الفم باللعاب نعم وأخرجها من فمه وأرجعها مرة أخرى لا يبتلع هذا هذا الرطوبة اللي يصير خارجية حسنتم لأن يبسق بالخارج حتى يعني يصير إشكال في الصيام بارك الله فيكم ما ألفم سماحة السيد هل هو مبطل للصيام أم لا أنه أبتلع نعم هذه أسئلة طبعا الناس مبتلية بها حقيقة سيدنا الله يبارك بكم هذا البصاق طبعا البصاق ينقري بالسين وبالصال بساق وبصاق هذا اللعاب نعم فم مهما كان متجمع مقدار جيد ما يصير إذا ابتلع لا ما يضر بالصيام أبدا جميل جدا ابتلع البصاق لا يضر بالصيام أحسنتم إلا إذا أخرجه إلى خارج الفم وصار خارجي يعني نعم وبعدين يبتلع مرة أخرى نعم هذا يضر هذا غير ممكن نفسه وفي فضاء الفم ويبتلع مهما كان مقدارا لا يضر بالصيام أحسنتم بارك الله فيكم أيضا سماح السيد الكثير والكثير من أخوان المؤمنين يعانون من آلام الأسنان في شهر رمضان المبارك وغاين اسمع هذا الكلام مجتمعنا سماح السيد إنه إذا رحت شلعت خلينا نحتيها بالشعبية سني رح يبطل صيامي هل هذا شي صحيح أم خطأ سماح السيد لا طبعا قلع الضرس والسن لا يضر بالصيام مع ما أنه مكروه يكراها لعله يصير فضعف يصير عنده مثلا انشغال عدم توجه مثلا حضور قلب وحالة معنوية ممكن أنه يضرب كراها من هذا الجانب لعله لكن لا يضرب الصيام أبدا بشرط لا يبتلع شيء من الدم إذا خرج مثلا أو المادة التي يخلوها إلى أعلى مد يقتلعهم لا يبتلع شيء من الدم ومشاكل عندما يقتلع هذا الطبيب السين أو الضرس ومشاكل نعم نعم حسنتم سماحة السيد أيضا هناك سؤال حقيقة سماحة السيد من المؤمنين هناك أشياء يبتلون بيها وما يعرفون الإجابة صراحة المضمضة هل المضمضة تبطل الصيام أم لا أيضا المضمضة أحباهي وخصوصا خصوصا بالنسبة إلى الصلاة نعم عند الوضوء يستحب المضمضة في بداية الوضوء والفقهاء يقولون حتى ولو أنه في أثناء المضمضة في الوضوء يعني من أجل الصلاة لا من أجل التبرد ومشاكل لا من أجل الصلاة في المضمضة وسبق الماء إلى جوفه افتلع أيضا هذا ما يعتبر متحمد بشكل بأنه يجب عليه كفارة فقط أنه يقضي ذلك اليوم من باب الاحتياط نعم وليس عليه كفارة إن سبق أما المضمضة بشكل مطلق سواء كان في الماء أو بالماء اللي فيه مادة معينة مثل ماء الورد المضمضة بماء الورد بشرط أن لا يبتلع شيء من عنده ما فيه إشكال حسنتم سواء كان من أجل الصلاة هذه المضمضة أو من أجل التبرد أو من أجل أنه تنظيف الفم من الرائحة الكريثة أو غيرها ما فيه إشكال التمرد حسنتم طيب الله أنفاسكم سمحت السيد نطلع إلى فاصل ونرجع إلى خدمتكم إن شاء الله حباء المشاهدين فاصل قصير ونواصل بإذن الله تعالى حياكم الله يا حبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية أعود وإياكم لكي نكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج توضيح المسائل وضيفنا الكريم سماحة السيد مناف الجزائري حياكم الله سماح السيد مرة أخرى الله يحفظكم إن شاء الله هناك قضية جدا مهمة سماحة السيد وشبابنا الله يحفظهم دائما يبتلون في هذه القضية وما يعرفون الحكم هل الاحتلام بعد صلاة الفجر لا صحة العبارة إلى المغرب يبطل الصيام أم لا سماحة سيد بارك الله فيكم أحسنتم مثل ما تفضلت كثير من الشباب للأسف الشديد اللي ما عندهم الطلاع كامل بهذا الأمر وبعضهم يجون ويصرحون بأنه أنا اليوم فطرت نعم فأسئلة ليش أخي أنت فطرت قال استحلمت نعم كحدث منهم في حالة احتلام مزين يعني مجنب وهو ناهم نعم لا علم له بذلك في نهار شهر رمضان ما يسبب أصلا لأبطال الصيام لأنه مو باختيارك فالاحتلام في نهار شهر رمضان لا يبطل الصيام أبدا نعم بل هو هذا الغسل يجب على المكلف من أجل الصلاة جميل لأن في نهار شهر رمضان وليس متعمدا وهو في حالة النوم فهذا الغسل يجب عليه من أجل الصلاة لا من أجل الصيام أما الجنابة بالليل الغسل مالتها يصير واجب من أجل الدخول إلى الصيام مع أجل صحة الصيام لا يقع على الجنابة أما في نهار شهر رمضان بالنسبة للاحتلام لا يضر بالصيام أبدا نعم والصيام لا يبطل بذلك أحسنتم مبارك الله طبعا نذكرنا سماحة سيد أنه الجماعة ومشاكل ذلك نعم أنه يبطل الصيام بس على مدلال تختارة الأمور على السعادة المشاهدين أحسنتم لكن في هذه الحالة فقط حالة الاحتنام نعم لا تبطل الصيام في حالة الاحتنام وهو بنار شهر رمضان وهو نائم نعم لأنه ليس باختياره نعم لم يصدر ذلك أما بالنسبة إلى الليل وقلنا سابقا بأنه إذا كان متعمدا بارتكاب تلك المبطلات يعني متعمدا على الجناب متعمدا على انزال المني متعمدا إلى آخره من الأمور الأكل والشرب هذا ليس متعمد أصلا أساسا أحسنتم بارك الله بكم أيضا من الأمور اللي مبتلية بها الناس إذا صحت العبارة قضية السفر سماحة السيد وهي قضية جدا جدا مهمة ما حكم المسافر في شهر رمضان المبارك أحسنتم طبعا المسافر للشخص الذي لا يسافر من أجل العمل ولا من أجل طلب العلم إذا خرج من وطنه ما بعد الزوال يعني من بعد ما أدن أذان الظهر صار وقت صلاة الظهر وسافر هذا صيام صحيح يكمل صيامه وصيامه بذلك اليوم صحيح لأنه طلع من وطنه ما بعد الزوال نعم أما إذا أراد أن يخرج من وطنه قبل الزوال فلا يصح منه الصيام نعم إلا إلا إذا أراد أن يصل إلى المكان الذي ذاهب إليه بالسفر وينوي الإقامة ويصل في ذلك المكان إقامة عشرة أيام مثلا يطلع الصبح من بعد صلاة الفجر ويصل إلى ذلك المكان الذي يريد أن يقيم فيه عشرة أيام يصير في حكم وطنه بعد نعم يصل هناك قبل الزوال قبل أذان الظهر يجدد النية مالته لأنه لم يرتكب أي مفطر من المفطرات يجدد النية مالته ويصوم أما إذا لا كان مسافرا فلا يصح منه الصيام هذه نقطة النقطة الثانية لا يجوز للمسافر أن يرتكب أي مفطر من المفطرات إلا بعدما يتخطى حد الترخص هناك لدينا حد الترخص ويدينا المسافة الشرعية هذه اثنين كثير من المكلفين أن يخلطون بين الأمرين المسافة الشرعية هي ثمانية فراسخ ثمانية فراسخ يعني تقريبا 44 كيلومتر هذه المسافة الشرعية يسمونها أما حد الترخص لا حد الترخص تصل إلى مكان بحيث لا ترى جدران البلد مالتك ولا تسمح الأذان نعم يعني قرابة 4 أو 5 كيلومترات أنت بعدما لا تشوف هذا هذه يسمون حد الترخص فإذا واحد يريد يطلع من وطن المسافر لا يحق له ارتكاب أي مفطر من المفطرات إلا بعدما يتعدى حد الترخص نعم هذه نقطة أيضا من الأمور التي ترتبط بالمسافر في شهر رمضان أنه يجوز له السفر في شهر رمضان نعم ولو كان فرارا من الصيام جميل حتى لو كان فرار من الصيام يجفر ويسافر لكن قبل 23 من شهر رمضان يصير السفر ماته مكروح ما بعد يوم 23 جاهز حتى ولو كان فرارا من الصيام أما إذا كان سفره من أجل أمر راجح من أجل أمر مهم يعني مثلا من أجل إجراء عملية مثلا أو علاج مهم ضروري نعم إلى أو الأحد من أفراد عائلته هذا يصير أمر راجح حتى الكراهة بعد هنا ترتفع حتى ولو كان سفره قبل 23 شهر رمضان حسنتم حسنتم طيب الله أنفاسكم سماح السيد بارك الله فيكم مولانا جدا قضية مهمة حقيقة هناك بعض العمال يتعبون خليه بين قوسين قضية السفر نعم فشنو يسوون الصبح قبل لا يروح للشغل يروح يقطع مسافة 25 كيلومتر نعم ويرجع هذا شنو حكمة سيدنا هل بيها كراهية هاي أو شنو يسمونها حيلة شرعية طبعا حسب المتعارف عليها طبعا هذا إذا كان بإمكانه بإمكانه أنه وجائز إليه المرة يصير ممكن بس موجائز إليه لأنه برأيي كثير من فقهانه خصوصا سماحة آية الله العظمى سيد السستاني حفظه الله يقول كثير السفر أينما يذهبي يتم صلاته ويصوم هذا إذا كان كثير السفر حتى لو يقطع مسافة يومية ما يفيد هذا ما تفيد القضية لأن كثير السفر هو راح يصير كثير السفر إذا يوميا يروح يقطع مسافة ويرجع سيدنا أو لا يعني إذا لا كثير السفر بالأقل عند سماحة السيد أنه ستة أشهر يداوم على هذا الأمر على السفر حسنتم ستة أشهر يداوم على هذا الأمر بأنه يقطع مسافة شرعية يعني بالعشرة أيام ثلاثة أيام هو ما موجوده بوطنه حد الأقل ويتكرر هذا الأمر ستة أشهر يصير كثير السفر فإذا كان جائز إلي وإذا كان ممكن إلي ممكن واحد ما عنده فد وسيلة نقلية اللي يومية يطلع من الصباح يقطع مسافة شرعية وبعدين يذهب إلى عمله يصير تكلف عليه نعم أو مثلا راح يخسر أجره أو كذا ما عنده إمكانية نعم فمرة مجائز ومرة مو ممكن على كل حال نحن لا أفرض نقول بأنه هذا ما يستطيع أنه يومي يقطع مسافة شرعية نعم إلي يريد يروح للعمل هذا العمل هل هو ضروري إلى مرة ممكن أنه يقدر يأخذ إجازة يأخذ إجازة من العمل في شهر رمضان ويقعد بالبيت وعنده إمكانية بأنه يصرف على نفسه نفقة عياله كذا متعلقين به فإذا كان ممكن هذا الأمر يجب عليه أن يترك العمل ويصوم نعم أما لا نقول ما ممكن أنه لأنه أصلا معيشته ومعيشة عياله متوقف على هذا العمل جميل وإذا يريد يطلع للعمل يشتغل ما يقدر يصوم مقابلات الجمع بينه أثنين ما يقدر يجمع إذا كان مثلا يقدر يأجل عمله للليل بدل من النهار نعم بعد الأفطار هذا يجب أن يفعل بهذا الأمر أما نقول هذه كل الأمور مغلقة كل هذه الأبواب مغلقة عليها ولازم بالنهار يطلع للعمل ويرى هذا العمل ما عنده وإذا ضعف هذا العمل راح يفصلونه وراح يضرر هو وعائلته إلى آخره هذا ما يفعله يطلع للعمل بنية أنه صائم ويقوم بالعمل إذا وصل إلى حالة ضعف ولا طاقة له على العمل من دون ما أن يفطر يفطر لكن من أجل رد الرمق ومعناته أنه يظل يأكل يشرب وكيفه لا وإنما من أجل أنه لا يصيب أي ضرر يأكل شيء بسيط أو يشرب ويمسك عن الأكل والشرب ويقضي ذلك الشهر فقط ليس عليه كفار يقضي ذلك الشهر في وقت آخر بارك الله فيكم أيضا سؤال جدا مهم من هم الذين لديهم الرخصة في الأفطار هناك استثناءات سماعة السيد الأشخاص الذين يسقط عنهم مجوب صيام شهر رمضان هم الشيخ والشيخة العجوز والعجوزة الكبار بالسن نعم اللي لا طاقة لهم على الصيام وذو العطاش سواء كان رجل أو امرأة يعني هذه الصفة صرعة بعض الناس بأن لا طاقة له مثلا تمر عليها ساعة أو ساعتين بدون ما يشرب ماء يصيب ضعف شديد ويقع نعم يغمى عليها أو كذا يسمونه ذو العطاش هذا الثالث الرابع المرأة الحامل اللي الصيام يضر بيها أو بجنينها والمرأة المرضع أيضا اللي إذا صامت مما راح يضرها الصيام أو يضر رضيحها حسنتم والشخص المريض اللي لا طاقة له طبعا دولي الخمسة دولي يعطون فدية فدية أطعام مسكين بمقدار تقريبا كيلو إلا ربع سبعمية وخمسين أقرام نعم كل يوم بدل كل يوم فدية القرآن الكريم يسمونها فدية الطعام حسنتم طعام مسكين أما المريض المريض هذه أيضا المشاهد الكريم خلي ينتبه لهذه القضية مسألة المريض اللي لا طاقة له على الصيام القرآن الكريم يقول مرفوع أن المريض يقضي في عدة أيام أخر نعم من كان منكم لا سفر أو مريض أو إلى آخر لا يفعل فعدة من أيام من أيام أخر هذا المرض المرض إذا شفية منه ذلك المريض يعني بهذا شهر رمضان ما يقدر يصوم من أجل المرض يسقط عنا الصيام ويعطي بمكان كل يوم فدية طعام إذا قبل شهر رمضان المقبل يشفى من هذا المرض يجب عليه القضاء قبل حلول شهر رمضان المقبل يجب أما إذا استمر معه ذلك المرض نفسه إلى شهر رمضان المقبل يسقط عنه القضاء بس الفدية المد من الطعام يعطيه بارك الله بكم سماحة سيد طيب الله أنفاسكم إن شاء الله لنا حلقة قادمة ورح تكون المناسبة جدا جميلة ورائعة ذكرى ولادة سيدي ومولاي صبت الرسول الأعظم الإمام الحسن المشتبى السلام الله عليك إن شاء الله رح نكون في خدمتكم وخدمة ساد المشاهدين عبر هذه الشاشة المباركة شكرا جزيلا لكم سماحة سيد والله يحفظكم إن شاء الله نعم أحبائي المشاهدين باسمكم أشكر سماحة سيد منافع الجزائري وأشكركم على كرم المتابعة على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامج توضيح المسائل تقبلوا تحياتي أنا حسين الأمير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة